الله الرحمن الرحيم النهاردة محاضرة عن التخطيط العمراني وإدارة النمو العمراني وأنا عارف أن دي أول محاضرة لي السنة دي في التخطيط العمراني وعارف أنها مش أول محاضرة في الكورس فاسمحوا لي أن أنا حط سابتايتل لأن أنا شفت من الطريقة اللي احنا كتبنا بها المشروع أن الموضوع يمكن مش واضح أوي هل احنا بنخطط من أجل توزيع استعمالات أراضي للأراض ولا علشان نقترح مشروعات وهل احنا بنوزع استعمالات من خلال اقتراح المشروعات ده جزء رئيسي من الموضوع ولكن اسمحوا لي أن احنا نتنقل مباشرة على وهي الحقيقة معاملية التخطيط أو التصميم أو كل الانواع المعارف دي بتتطلب أنك تأخذ قرارات قرارات يعني إيه؟ يعني أن حضرتك بتقول أنا عاوز أحط السكن هنا مش هناك وأنا عاوز أحط الارتفاع عشرة دوار مش أربعة دوار وعاوز الشارع يبقى عضو تمانية مش اتناشر وعاوز الشارع يبقى مستمر ولا منكسر الحقيقة كلها مجموعة قرارات فالتخطيط هو يشترك مع التصميم ويشترك مع التصميم العمراني ويشترك مع حتى حل المشكلات الهندسية بأنه كل عبارة عن اتخاذ قرارات وبالتالي قرارات دي هي تجميع القرارات دي مع بعض بشكل سليم وبشكل علمي ومنهجي ده اللي احنا بنوعلي تخطيط وهو التخطيط هو التحقيق أو يعني زي ما كانوا بيعلمونا زي ما عن تحقيق رغبات مجتمع معين في وقت معين وفي مكان معين وبالتالي فكرة ان التخطيط مرتبط بالمكان ومرتبط بالزمن اللي بيتم فيه ومرتبط بظروف المجتمع المحلي حاجات كتير يجب ان احنا نتكلم عليه وبالتالي الحقيقة ممكن انا لقيت ان المثال السهل اللي نقدر نتكلم عليه هو انه المديدة لما تكون غير مرتبطة اطلاقا بمحولها تطلع حاجة اسمها المدينة الدولة المدينة التي ليس لها علاقة بمحولها هل لسه موجودة سيتي ستيتس أو مدينة دولة؟ أحياناً أيوة هل ممكن فيه أمثلة كثيرة ولكن أيوة موجودة هل فيه أمثلة تانية لمدن هي عبارة عن نيتوركس أو شبكات من المدن؟ برضو أيوة وأنا بداعي أنها ابتدت مع بداية المد الإسلامي وده مش تحيز ولا حاجة لأنه في الوقت اللي كان فيه العرب المسلمين بيبنوا مدن في كل الشرق والغرب كانت أوروبا لازالت سيتي ستيت لأنه لا توجد علاقات قوية ما بين المدن لا توجد دولة واحدة تفرض سيطرتها وأقرب ما يكون لهذا المد في الفترة بعد 660 ميلادية لهو كانت الفترة الرومانية عندما كانت هناك مدن مرتبطة ببعضها لكن الحقيقة مش بنفس الشكل اللي ظهر بنفس التعقيد أو التركيب اللي ظهر في القرن السابع الميلادية ومن مش هو ده موضوعنا فمش حنتكتر عليه ولكن التخطيط هو عبارة عن اتخاذ القرارات لتوزيع استعمالات وشبكات طرق ومرافق وغيره لمجتمع معين في وقت معين ولوزقها الصباح وبالتالي إذا كانت المدينة لها علاقات أكثر شوية من مجرد أنها تخدم سكانها اللي هي مدينة سيتستيت حيتتتحول عندنا مدينة إقليمية أو مدينة حتى عالمية واللي قدامنا دي صورة من الكناري وورف في لندن واللي بناتداعي أن هي جزء عالمي ده جوة مدينة لندن مرتبط تماما بالاقتصاد العالمي أكثر حتى من ارتباطه باقتصاد مدينة لندن مو في شرطة هل ده له عندنا يعني ريزننس أو ارتباط بالتاريخ بتاعنا أي طبعا لأنه كان فيه أجزاء من المدينة خليل كلمة عن مدينة القاهرة أجزاء من مدينة القاهرة مرتبطة بالعالم الخارجي من خلال الأسواق وحركة التجارة والقوافل وغير وأجزاء أخرى من المدينة تخدم سكانها وتالي فكرة أنه فيه جزء من المدينة يخدم السكان وجزء يخدم سكان أوسع أو يخدم اهتمامات أكبر أو لا يرتبط مباشرة بالظروف المحلية آه ممكن موجود موجود طبعا مدينة ما بعد الثورة الصناعية والتغيير الحصل هم يسموه مدينة عصر العولمة اللي هي أكثر تعقيدا الحقيقة هل في دور لرأس المال هل في دور للريال ستيت هل في دور لمجموعات غير محلية في التأثير على قرار التخطيط حاجات كتير ممكن نتكلم عليه وبالتالي فكرة الرسمة ده مشهور قوي من كتاب اسمه جلوبالايزينج سيتيز اعتقد انه بتاع ماركوس اللي هو بيقول هنا انه المدن العالمية هي عبارة عن ريجينز هي شبكة من المدن المرتبطة ببعضها والمدن دي ممكن تكون موجودة في دول مختلفة لكنها غير مرتبطة بما حولها اكثر من ارتباطها الحقيقة الارتباط الاكبر هو ارتباط بمدن عالمية يعني مدينة لندن ونيويورك مرتبطين اكثر من مثلا ارتباط مدينة لندن بمدينة كاردف او مدينة نيويورك مدينة شستر او مدينة فلادالفيا او مدن اخرى داخل الدولة نفسها وبالتالي فكرة ان هناك مدن محلية ومدن مرتبطة بالعولمة ده موضوع لازم نحطه في بالنا وده الحقيقة يعني رغم انه يبدو انه بعيد شوية عن اللي احنا نتكلم عليه السنة دي احنا نتكلم على تخطيط في مدينة اليوب ولكن انا عاوز اقول ان ارتباط مدينة اليوب بما حولها هيكون مهم لو احنا عملنا علاقات هيكون مرتبط بالعالم لو العالم له علاقة بتخطيط مدينة اليوب ومش بايد يعني لو احنا قررنا ان مدينة اليوب تصبح مثلا مركز البنوك في مصر للسبب اول اخر وبالتالي ابتدت مدينة اليوب ترتبط بالعالم واحيانا اكثر من ارتباطها بما حولها في الوقت من الاوقات كانت في مدينة بنها حاجة اسمها بورسة الدواجد تقللسة موجودة وبالتالي مدينة بنها تبقى مربوطة بكل مدن وقرى حتى ونجوع مصر اكثر من بقية مدن بنها مدينة اليوبية كلها وبالتالي تبقى في مدينة اكثر شوية من انها محلية مدينة اقليمية مش حاول انها عالمية لانها داخل الحدود المصرية ولكن لو لقيت ان مدينة القاهرة مرتبطة بمدن زي لندن وباريس ويمكن دبي والرياض وغيره فيبقى دي قاهرة مدينة اقليمية بس مدينة بنها مش مدينة اقليمية مدينة تقاليوب مش مدينة اقليمية وبالتالي تأثيرات العالمة يجب التفكير فيها لانها منظومة ايه الكلام ده وعلاقته بالموضوع النهاردة احنا بنهاردة بنتكلم على الادارة اه طبعا لان الادارة ادارة اي عمراني يعتمد على الاول لان احنا نفهم ما هي وظيفة المدينة المدينة المحلية اللي هي بتخدم الناس مباشرة اللي جواها او المدينة الاقليمية او المدينة الاكبر من كده المدينة على مستوى دولة او المدينة على مستوى اقليم كامل اقليم عربي اقليم شمال افريقيا غيره غير مدينة عالمية كل واحدة منهم هتطلب طريقة الادارة يمكن تكون مختلفة شوية وبالتالي هنا الفكرة الكبيرة بتاعت هل احنا بنخطط العمران عشان نعمل استعمالات أراضي واستعمالات أراضي تطلع مشروعات ولا احنا بنخطط علشان نقترح مشروعات وحقيقة ما عليش أنا بركز على الحكاية دي شوية في المحاضرة دي في كام سلايد لأنه لو سمحتم واحنا بنشتغل تخطيط عمراني شغلة التخطيط العمراني دي الغرض منها في النهاية لازم يكون فاهمين أنه هو تحقيق صالح عام وزي ما ابتدت فكرة المخطط العمراني في الخمسينات والستينات أو يعني ما بعد الحرب العالمية التانية كنا بنتكلم على أنها عبارة عن توزيع استعمالات أراضي وشبكات طرق ومرافق لتحقيق اهتمامات كل فئات المجتمع وبالتالي فكرة اللي هو الصالح العام هو تحقيق اهتمامات كل فئات المجتمع أي قرار تخطيطي لو سمحته هتاخده السنة دي أو السنة الجاية أو يعني أصد بعد ما اتخرجه يكون له علاقة هو أنت عارف المخطط ده هيخدمين المخطط ده هيؤدي إلى أن بعض الفئات اللي اجتماعية تستفيد وبعضها لا يستفيد ولا كل الفئات هتستفيد وإذا استفادت هل الاستفادة متساوية هي أفكار كتير جدا وبالتالي فكرة أن التخطيط مرتبط على طول بحاجة اسمها الديمقراطية وفكرة الديمقراطية هي اللي بتخلي الناس ينزلوا ويشوفوا أرض الواقع وهي اللي بتخلي المخطط يهتم برأي المستعملين وهي اللي بتخليه يهتم بأنه يعرف مين هم أو الفئات المختلفة في المجتمع أو الفئات المشاركة أو بغض النظر عن نوع التسمية حنلاقي أنه إحنا مهتمين جدا نعرف لك لأنه واحد التخطيط هو تحقيق الصالح العام والصالح العام هو كل اهتمامات أفراد المجتمع بشكل متوازن وبشكل لا يزيد من منفعة مجموعة مجموعة تانية وكمان أنه فيه آلية للتعرف بقى على طب مين هم دول فئات المجتمع وإزاي يحصل التوازن وإزاي يبقى التخطيط ديمقراطي أكثر منه أنا مش عاوز أقول ما هي عكس الديمقراطية هي أن المخطط زي ما كان في الـ هو يفترض أنه عارف المصلحة العامة وبالتالي المخطط يتخذ قرارات للناس يقول هنا نبني كبري وهنا نوزع استعمال وهنا نعمل حاجة من غير ما يكون فعلا عنده رأي الناس موجود لازم رأي الناس يكون موجود وأن المخطط مش دوره أن يمثل الناس اللي يمثل الناس مجلس الشعبي يمثلهم أصحاب المصالح يمثلهم الحكومة المحلية يمثلهم هيئات المجتمع المدني ولكن الحقيقة الديمقراطية تفترض أن المخطط هنا دور بقى يصغر شوية يبقى عبارة عن محفز أنا شفت كلمة ميسر في محاضرة الدكتورة هبة وبالتالي فكرة أنه ييسر ييسر يعني يعني يساعد الناس أنه هم يفهموا وبالتالي هم اللي ياخدوا القرار أو هم اللي يقترحوا وبالتالي هو دوره أنه ييسر وبالتالي يعني طريقة التخطيط فهمنا لدور المدينة فهمنا للمدينة دي مفروض نحن بنخططها ليه طريقتنا في التخطيط يجب أن تتم بشكل يتفهم هو طيب المنتج النهائي للتخطيط دي عبارة عن إيه هل هو عبارة عن شبكة استعمالات توزيع استعمالات أراضي وشبكة مرافق مش شبكة طرق بس شبكة مرافق عامة وتوزيع خدمات وبالتالي فكرة اللي هي يعني أنا مش عاوز أقول كلمة المخطط العام لأنها خلاص كلمة عافية عليها الزمان ولكن بقى بعدين ظهر حاجة اسمها تخطيط هيكالي وبعدين ظهر تخطيط استراتيجي اللي هو يعني بدون تفاصيل كثيرة ولكن معايا حاجة اسمها كنا بنسمعها ساعتها اكشن ارياز أو مناطق تنفيذ وساعت كنا بنقول اكشن ارياز أو مناطق تنفيذ ذاتها أولوية وبالتالي حياة فهمنا لإيه هو الصالح العام فهمنا لدور المدينة على مستوى محلي أو إقليمي أو عالمي فهمنا إنه ما هي فئة المجتمع وكيف يتم تحقي التوازن فهمنا لديمقراطية والتخطيط فهمنا إنه المخطط ممكن أن يكون بأشكال مختلفة فهو ده اللي احنا عايزين نكلمه فيه في السلايدز اللي جاي إن شاء الله وإن شاء الله ما ناخدش وقت كتير وبالتالي احنا بندور الحقيقة على تخطيط تاني خلينا نفكركم تخطيط يحقف أهداف المجتمع المحلي مش هقول بقى المحلي مجتمع معين في وقت معين وفي مكان معين ليه مش المجتمع المحلي لأنه ممكن يكون فيه جزء من التخطيط اللي هعمله ده يهم على مستوى قوم لو أنا بخطط الأسر فيه اهتمام يعني ممكن تيجي اليونسكو تقول لي والله أنت غلطة أنا عاوزك تراجع المخطط ده لأنه فيه جزء من المدينة يهم العالم وبالتالي ما ينفعش أن أنا أحط قرار تخطيط محلي يؤدي إلى تغيير في حاجة إحنا قريدي سجلناها من سنة مثلا تسعة وسبعين كورد هيريتج سايت زي مثلا جزء من القاهرة زي مثلا المشكلة الدائمة والمتكررة في فكرة تخطيط أي شبكة طرق أو مرافق أو ما يعني يمر خلال هضبة الهرم بأنه جزء من الهضبة دي مش بس ما بيهمناش إحنا بس كمجتمع محلي ولا حتى كمجتمع على شكل قومي على مصر كلها ولكن أيضا يهم العالم وبالتالي هل من حق العالم أنه يقول لنا من فضلك خدوا بالك آه من ممكن لو أنا مهتم أنا اللي قلت له من الأول سجل للمكان ده تراث عالمي وبالتالي أنا طلبت اهتمامه وبالتالي ما ينفعش أطلب اهتمامه في حاجة وقلت تعالى الحقني وساعدني وعاوز تمويل في موضوع وبعدين لما يجي ساعة الجد يقول لي والله انت كده يعني طلبت تمويل عشان تحافظ وانت بتهدم فهل أسمع كلام ولا ده موضوع بقى أنا سيبه لأهل السياسة إحنا كتخطيط لا إحنا تخطيط المخطط العمراني حساس جدا لمين هم الفئات التي يجب مشاركتها في التخطيط لأنها بتتغير من مكان لمكان وتتغير من مدينة لمدينة وتتغير حسب الدور اللي بتلعبه المدينة وحسب الديمقراطية مستوى الديمقراطية هل الديمقراطية؟ لا طبعا الديمقراطية لا مستوى كثير درات طيب وبالتالي فكرة أنه هو زمان يعني أصد في الستينات والسبعينات والثمانينات حتى بغاية التسينات كنا بنكلم على تخطيط تكنقراطية يعني ايه تكنقراطية؟ دي الألفاز اللي بيستعملها السياسة على فكرة التخطيط هو سياسي بالدرجة الأولى تكنقراطية يعني يقوم به فنيين مش مهم بقى ينتمي لمين ولا تفاصيل تركبت المخطط ولكن نحية ما لقى التكنقراط يبقى هو لو أقبل بدام أعمل الدراسة الفنية المطلوبة من وجهة نظر يعني ومشي بشكل علمي صحيح يبقى تخطيطه تكنقراط امتى يبقى تشاركي؟ لما كنا زمان بنقدم المخطط ده في نهاية التخطيط علشان يتعرض في مجلس المدينة والناس يعبروا عن رأيهم مش موافقين مش موافقين عاوزين يعملوا تعديل تخطيط من وجهة نظرهم أهداف وعاوزوا تتغير شوية يعني جزء من استعمالة الأراضي يتغير أو شبكة طرق تتنقل أي حاجة وبالتالي فكرة أن ده تشاركي ولكنه بيتم الحقيقة من خلال عرض المخطط بعد ما يكون التكنقراط أو المخطط الفني عمله خلاص وبالتالي يتعرض ويقترحوا تعديلات ونرجع المخطط هو اللي يعملها وترجع تاني ولكن ده تغير بعد كده أن لا ده تشاركي يعني يشارك من أول وابع الفكرة يشارك من أول ما يحدد الأهداف يشارك من أول ما يتعمل تخطيط يشارك وهو يناقش البداية يناقش تفاصيل المخطط وقت ما يوصل لتخطيط ديمقراطي في الحالة دي أحياناً بيبقى دور المخطط الميسر أهم بكتير من دور الفني خلينا نسابه هنا لأنه في السنة دي يا دوبك يعني هذا الجزء المهتمين بي يبقى دراسته عليه إن شاء الله وبالتالي وبغض النظر عن طريقة إعداد المخطط وبغض النظر عن أهداف التخطيط وبغض النظر عن الشكل النهائي الحقيقة فكرة إن إحنا نقترح مشروعات في النهاية ده بيودينا أكتر لفكرة التخطيط الاستراتيجي في الأعمال مش في العمران فكرة إن أنا أقترح مشروعات أفترض إن أنا بخطط مدينة صباح أو أسف قرية صباح قرية القرى اللي هي خططناها في الشرق في الحالة دي لو أنا قلت للناس أنا هعمل لكم مشروعات للتخطيط ومفضلكوا أنا دوقتي حوزع استعمالات واللي عاوز يجي يقترح مشروع غريب شوية أنا بقول لهم إنه المنطقة دي تصلح للاستعمال الفلاني والمنطقة دي تصلح للاستعمال الفلاني من شكل القرية ومن التطورات التاريخية اللي حصلت خلال العشرين تلاتين سنة اللي فاتوا ده اتجاه الامتداد المتوقع للعمران السكني بيمتد في المكان ده وده مكان خطأ لإنه حيتعدى على الأرض الزراعية فالأفضل نكو تطوروا العمران في جهة تانية وبالتالي إحنا غالما بنتكلم على تخطيط استعمالات أكثر منه يعني قبل ما نوصل المشروعات وجهت نظري أنا الشخصية بوجهة نظر كثير من المخططين هو الحقيقة عمل يجب أن يتم بعد كده بعد إعداد المخطط في توزيع استعمالات وشبكات علشان يئما نقترح للمجتمع المحلي كيف يمكن تنفيذ المخطط اللي احنا عملناه أو ندي لهم فكرة عن نوع المشروعات اللي ممكن المخطط ده يستوعب وزي مثلا أن أنا أعطي منطقة سكنية منطقة مشروعات صغيرة أعطي منطقة تجارة وبعدين المجتمع المحلي يقول لي طب والمنطقة دي يعني إيه يعني إيه سكن فبتدأ أقول له والله المنطقة دي ممكن تكون سكن خاص يعني تقسم أراضي وتتبيع للناس والناس يبنوا ممكن تكون سكن تعاوني تتبيع قطع أراضي كبيرة وتشتريها جمعيات وهي اللي تبني وتبيع السكن أو توزعها الأعضاء استثماري بأننا زي ما حصل فترة من الفترات في مصر أننا أعطي مستثمرين كبار وأفترض عليهم أن مثلا 10-20% من عدد الوحيد السكنية يتم توزيعه كوحدات داخل منخفض وبالتالي اقتراح مشروعات هي فكرة جيدة لتنبيه المجتمع عن كيفية تنفيذ المخطط ولكن احنا مش بنخطط عشان نوزع يعني نقترح مشروعات المشروعات تأتي ما بعد اقتراح استعمالة أراضي لو أنا ما اقترحتش استعمال أراضي من الأصل وحسبت مزحة الأرض المطلوبة لكل استعمال وكتبت كده جنبهم ايه نوع الاستعمال لنا عاوزه متصور اذا كان الاستعمال ده حينفذ من خلال إنشاء مصانع ولا من خلال مباني وتحتها ورش ولا يعني يجب أن يكون أيضا المخطط رؤية له رؤية وبالتالي أن المخطط العمراني بغض النظر عن تصنيف المخطط اللي حيتم في النهاية عام تفصيلي استراتيجي يجب أن يكون هدفه زي ما قلنا قبل كده الصالح العام وبالتالي أهدافه يجب أن لا تتركز على تحقيق فرص استثمارية أو جذب تمامي ده الحقيقة أنا من وجهة نظري ده في قلب موضوع أو الصالح العام زي بالظبط كده ما أنشأت حديقة كبيرة في قلب مدينة نصر وقلت عليها الحديقة الدولية وإنها حديقة تخدم كذا وتسوي كذا وبعدين جعلت دخولها بفلوس أول ما دخلت عملت دخولها بفلوس ومنعت بعض الناس من أنهم يدخل لما همش فلوس يعني فيه ناس كتير بتناقش أن ده كده ما أصبحش أصبح يعني كوزي ببليك أو سيمي برايبت لأنه يعني الموضوع في فلوس وده الحقيقة مش هنخش في الجدل ده لأنه على مستوى العالم يعني يناقش ومتهاء لمعظم أسات زيتنا تكون فكرة أنه المخطط يستهدف توفير فرص استثمار والحياء أنا ما أقدرش أقول أنه المخطط لا يستهدف الاستثمار ولكن أقول أنه مش هو ده الهدف الأول أو الرئيسي لو أنا قلت للدولة أنا هخطط مكان ومفوش استثمار معناه أن أنا بطلب من الدولة أن هي اللي تصرف على المشروع بالكامل أنها تنتنفزه المخطط اللي قدامنا على اليمين ده وأنا شعني عارف أن أنا كررته في أكثر من سلايد بأجزاء منه مختلفة هو لجزء من القاهرة قريب جدا من محطة رمسيس والحقيقة أنا شايف يعني زي ما أنتم شايفين فيه أنواع مختلفة من التخطيط مرة تخطيط زي ما كنت كانت قرية وتحولت إلى منطقة عمرانية أو يعني حصرت بالمناطق العمرانية وتم تحولها زي المنطقة الثانية دي وبعدين مخطط وكأنه إشعاي هنا وبعدين مخطط كأنه جرد بقطع أراضي مرة صغيرة مرة كبيرة وبالتالي فكرة أنه المخطط مش مهوش يعني لا يصدر مخطط مثالي موحد في أشكال قطع الأراضي ومهوش حتى متجانس ويمكن عدم التجانس ده ميزة كبيرة جدا يجب الحفاظ عليها وبالتالي فكرة أن أنا أهدم هذا الاختلاف الحقيقة أنا ضده أنا شخصيا وكثير من المخططين هيكونوا ضده بالكامل لأنه التخطيط يجب أن يحترم ظروف المجتمع المحلي إمتى لا أحترمها لما لقي أن المنطقة الصغيرة دي في القلب هنا مثلا ما فيش عربية مطافي تقدر تعدي أو ما فيش عربية إنقاذ تقدر تعدي لو لا قدر لا حد محتاج أنه يروح مستشفى طفل وقع من مكان وعاوز يجي سلم المطافي يلحقه أو حريقة حصلت وبالتالي عدم التدخل أحيانا هو أفضل شيء ولكن في حد أدنى من التدخل لشبكات الطرق وللمرافق والخدمات العامة يجب تنفيذ فكرة أنه المخطط في الآخر يكون شكله كويس أو يعني شكله منتظم ومتجانس ده ما هوش هدف رئيس ولكن المخطط يجب أن يكون خلالنا نستعمل اللفظة دي متوازن وده الحقيقة أنا برجعه تاني لللي احنا قلناه في الأول أنه تحقيق أهداف مجتمع معين في مكان معين وقلنا أن المجتمع ده ممكن تكون فئاته مختلفة وبالتالي بعض الفئات يجب أن تستفيد بقدر باقي الفئات ما ينفعش أن أنا أعمل مخطط علشان الناس اللي هتقدر تشتري قطع أراضي منتظمة بفلوس كتير والناس اللي عندها قطع أراضي أصغر أو اللي هي عيشة أوريدي على الشوارع أو يعني موجودة على منطقة قائمة وفيها شوارع أضيق إن دي مش هتستفيد فكرة أن أنا أقترح مشروعات يجب أن يعني أن تكون هي التالية ما بعد تخطيط الاستعمال ويجب أن تتناسب مع فكرة المخطط نفس يجب أن أتعام معنا أنها أمثلة لتقريب فكرة توزيع الاستعمالات أنا مش بخطط المنطقة عشان أعمل مشروعات أنا بخطط المنطقة علشان أحقق أهداف المجتمع ولكن واحدة من طرق التنفيذ لهذا إن أنا أقترح مشروعات فبالتالي فكرة اقتراح مشروعات كأداة للاستثمار دي واحدة من طرق تنفيذ المخطط أداة التطول ما هيش ما هيش الهدف من التخطيط أنا دي بالنسبة لي مهمة جدا هناك هناك حاجة كثيرة بأننا أخد بالي منها طبعا الحال لو أنا بقترح مشروعات هو العرض والطلب إيه هو توزيع أسعار الأراضي هل لما حخطط بالشكل دي أسعار الأراضي هتنزل ولا هتطلع ولا هتتحسن ولا هيحصل إيه في وقت من الأوقات كانوا بيقولوا إنه نجاح المخطط بيكون مع إن السعر الإجمالي للأرض العمرانية يرتفع تاني إن نجاح المخطط يقاس اقتصاديا بارتفاع أسعار ما يبقاش فيه منطقة تتدهور أسعارها نتيجة المخطط ده طبعا فكرة يعني اقتصادي بعض الناس يعني متمسكين بيوفكروا بيود الحقيقة طبعا مهم علشان نحق للمكان قدر اقتصادية ورفع مستوى وإن المنطقة تبقى منافسة وكل اللي احنا عارفين ولكن ما هوش الحاجة الوحيدة إنه يرتفع سعر الأراضي أو إن أنا يبقى عندي فرصة للاستثمار ولكن خلينا نكلم على فرص الاستثمار اللي هي مهمة جدا لتحقيق المخطط ولكن خلينا نبص عليها في الإسلام سعر الأرض فيه نظرية كده ماعتقدش إنكو سمعتوا عنها قبل كده واحد يسمعه ألانسو يمكن بعضكم اللي هيفش بعد كده دراسة أولي هيسمع عنه الراجل ده كان بيقول إنه سعر الأرض يتوقف على موقعها من المركز وسهولة أو صعوبة الوصول الكلام ده يعني فيه فيه مجمال وكده صح وبالتالي قرب أو بعد أي استعمال من المركز هو ناتج عن قدرة ذلك الاستعمال على دفع إيجار أو الشرع أو تكلفة المواصلات وبالتالي أنا ممكن أخذ أرض جنب المركز تبقى غالية جدا ومسحتها صغيرة أو إن أنا أختار في المقابل إن أنا أستبدل الأرض دي بأرض مساحة أكبر وأبعد من مركز المدينة تخطيط استعمال الأراضي الحقيقة مفروض يكون واعي لفكرة التوزيع أسعار الأراضي وواعي لتأثيره على أسعار الأراضي ليه لأنه واضح إنه بعض يعني المخططين دلوقتي في فكرة التخطيط للإستراتيجي إنهما بيحاولوا يلجأوا لتخطيط يجذب مستثمرين وبالتالي ما ينفعش إن أنا أخطط من غير مجذب مستثمرين أو إن أنا أكون مش مستوعب إنه تنفيذ المخطط جزء منه على الأقل هيبقى من خلال مشروعات وبالتالي لو أنا سمحت بسعر الأرض يرتفع بشكل كبير إنه ده هيؤدي إلى إن بعض المشروعات تبقى غير ممكنة أو تبقى تكلفتها عالية جدا يعني مش هو ده اللي إحنا عاوزينكم تهتموا به المراد لأنه صعب عليكم ولكن إحنا بس عاوزين إن نبقى فاهمين إن فكرة اقتراح مشروعات ما هوش بالبساطة دي مش كل واحد يقول والله أنا هعمل مدارس فنية أنا هعمل فنادق خمس نجوم إن أنا هعمل معرفش إيه تاني مشغل بعدين ألاقي مقترح المشغل ده في مكان قريب جدا من مركز المدينة وبالتالي يبقى غالي قوي وبالتالي فكرة المشروعات إحنا يعني بنأجلها شوية لما بعد اقتراح استعمالات الأراضي والشبكات وبنحاول بقدر الإمكان إن ما نقترحه يكون قابل للتطبيق لو هو مش قابل للتطبيق يبقى حلم عشان كده في مخططات كثيرة جدا تقترح من خلال الآلية اللي بيكلم عليها الكتاب اللي احنا حطناه لكو السنة دي في أول الترم ولكن في الحقيقة لما نيجي ننفذ ما بيتنفذش إن الناس إحنا بنقول طب إحنا عاوزين ننفذ مدرسة فييجي واحد مين يا جماعة يقترح مدرسة فييجي واحد داخل الانتخابات فقول والله أنا هحطيكوا قطعة من الأرض في حتة فلانية نوطن عليها مدرسة ساعة التنفيذ يقول والله أنا آسف جدا الأرض دي اضطريتها بيعها الأرض دي أنا استعملتها في حاجة الأرض دي لا مش متاحة أنا مش هقدر ولا حتدفعوا لي كام وبالتالي فكرة إن أنا أخلي تنفيذ المخطط بس من خلال مشروعات ده مش بالضرورة إنه بيتحقق وبالتالي بتكون النتيجة إنه التخطيط يظل على الورق ويمكن واحدة من الأمثلة اللي أنا بحب أذكرها باستمرار إنه لما بلون مساحة وقول عليها اسكان الحقيقة بيتطلب إن المخطط عنده فكرة هو الاسكان ده نوعه إيه يعني هل هو اسكان متوسط الدخل مرتفع الدخل اسكان عمال منطقة فندقية لإن الفندقة أيضا تعتبر اسكان وبالتأكيد سعر الأرض ونوع الفئة المهتمة ونوع الاستعمال هيأثر كتير جدا على هل الاستعمال ده يتحقق أو لا يتحقق نرجع تاني لفكرة المدينة المحلية والإقليمية والعالمية إنه طيب أنا بخطط مدينة زي أليوب مين بقى اللي بيقرنها مدينة محلية أو العالمية أو مدينة إقليمية أو مين اللي بيقول الكلام الحقيقة هو المخطط بس مش من دماغه كده بعد الدراسات وبعد ما يبتدي يحط سيناريوهات مختلفة لمستقبل المدينة من خلال الإقليم وعشان كده فيه حاجة اسمها دراسة إقليمية بيقول والله المدينة دي هتبقى السكن فيها محلي لأنه مش معقول لحد هيجي يسكن من القاهرة في قاهرة إلا إذا أسعار الأراضي في قاهرة غليت جدا وطبقوا فعلا اللي بيقولوا عليه أنه حيمنعوا التنمية أكثر من خمس أدوار حيبقى فيه ضغط شديد على الإسكان في قاهرة فالناس بدل ما هيروحوا المدن الجديدة اللي يمكن لسه ملاش مواصلات حيقرروا يروحوا أليوب أو بنها لأنها على خط القطر فهيركابوا القطر ينزلوا في أليوب يدور على سكن في الحالة دي يبقى السكن اللي أنا هخططه في مدينة أليوب إقليمي أو أن أنا أقول أنا هعمل أليوب مركز لثلاث جامعات جديدة وبالتالي الناس لما تيجي تدور على تعليم وتحط طوابع بتاعة الاختيار الكليات بتاعتها في التنسيق بتاعة السنوية العامة هلاقي أنه يمكن أليوب تبقى على القايمة فيبقى فيها ثلاث جامعات وشوية طلبة كتير عاوزين يسكنه الجامعة تبني شوية إسكان والباقي عاوزين يسكنه بر الجامعة فيبتدي الإسكان ينمو في المدينة وبالتالي يبقى لازال ممكن أخطط جزء من الإسكان على أنه أيضا إقليم ده بالإضافة للإسكان اللي ممكن يكون محلي بالكامل واحد عاوز يسكن جوه مدينة أليوب لأنه طول عمره عايش فيها ولأنه شغال جوه مدينة أليوب أو عيلة عندها بيت قديم وعاوزين يطوروه ويفلوه ليسكنوا فيه أولادهم معاهم فأسمح لهم بارتفاع وبالتالي فكرة هل التخطيط أجزاء منه لندن وفكرة أنه جزء من المدينة يبقى عالمي جزء من المدينة يسمح باستعمالات ترتبط بالخارج أكتر من الداخل وبالتالي لما أحط حاجة زي دي في مدينة لندن ما أتوقعش بقى أنه ستحصل هجرة من الريف ولكن أتوقع أنه شركات كبرى من لندن من باريس لما تحب ترتبط بمدينة لندن ستدور على مساحة زي اللي أنا شايف ها كده في الكيرجن أو يعني المبنى بتاع فوستر في قلب مدينة لندن زي بذلط ما أقرر مثلا أنه أحط في اليوب مدينة رياضية أو مدينة طبية أو يعني مدينة هنا في الحالة دي تعني جزء من التنمية يرتبط بتوفير خدمات طبية متقدمة جدا فاللي عاوز يعمل عملية في عينه بدل ما ييجي القاهرة من أسوان يروح على الأليوب أرخص وحيلاقي سكن ومش صعب أنه يتعامل مع الناس اللي فيها وبالتالي لو أنا قررت أن أعمل مركز طب عيون في مدينة اليوب أو مدينة طبية فيها عيون وعظام وغيره يمكن علاج أورام وغيره فيبقى مهم جدا أن جزء ده من المدينة يبقى إقليمي يمكن عالمي يمكن على مستوى العالم العربي الناس كلهم يقولوا والله ده فيه في مدينة اليوب مركز علاج أورام دلوقات لما بيجوا القاهرة لو لقوا مراكز لعلاج الأورام مراكز للعيون مراكز للعظام يمكن يتحول لأقليم تالي فكرة ممكن يبقى عالمي طبعا ممكن يبقى عالمي لو الناس اللي اشتغلوا في المساحة دي بعد عشر سنين أثبتوا جدارة جبارة وابتدت صوتهم يزيع في العالم العربي وبالتالي يجي لهم بقى ناس من خارج العالم العربي يجي لهم من الهند ويجي لهم من أوروبا الشرقية ويمكن من أوروبا الغربية أيضا بسبب الأسعار لأنها أسهل في التعامل حاجات كثيرة طبعا بيحصل فيها بلاوي يعني مشاكل ولكن في الآخر لازلت تجذب وبالتالي فكرة أن جزء من مدينة أليوبي بأعالمي لا جزء من مدينة بيجين في الصين وهي بالقصد كده بانوا فيها مشروعات عمرانية عملاقة علشان يحطوها على الخريطة يعني تحاول تجذب الناس من برا هل نجح ولا ما نجح ويش ده بقى مش بالزبط نتيجة التخطيط هو نتيجة الإدارة هل الناس اللي من برا شايفين أن مدينة بيكين أو بيجين مدينة يسهل التعامل معها والوصول لها ولو كذبوا فيها فلوس يعرفوا يحاولوها هل هيعرفوا يعيشوا مع النظام الشيوعي اللي عايش هناك ويقدروا يتعاملوا مع الناس بسهولة من غير تدخل حكومي دي بقى واحدة من السمات اللي ممكن جدا تأثر على أن التخطيط ما يتحققش القوانين التخطيط اللي احنا بنستعملها وغالبا التوجهات الابروتش المثدولج اللي هي وسائل وأساليب التخطيط والأدوات حتى اللي بنستعملها هي غالبا نتيجة للعشرين تلاتين سنة اللي فات الحقيقة أكتر كمان يمكن نتيجة القرون السابق من أول كده 1700 و1800 وقوانين الصحة العامة وقوانين الصناعة وغيرها وبالتالي كتير من قوانين التخطيط يمكن ما تبقاش مهيئة قوي للتعامل مع مدينة عصر العولمة بعلاقاتها معقلة أو حتى المدينة الإقليمية والحيانة بذكر الكلام ده رغم أننا يعني يعني مش شايف كمان أن التغيير الكبير اللي جايبان أنواع من التخطيط أصبح أكثر تفاهما لمشاكل المدينة الحالية ولكن أنا عاوز أقول أن لو سمعتم ونحن نخطط هل المدينة اللي يريد عاوزينها مدينة محلية والإقليمية والعالمية إيه نوع الاستعمالات اللي احنا عاوزين نوزعها الاستعمالات هتجتذب مين من الفئات المهتمين هل هتجذب فئات من داخل المدينة من خارج المدينة من العالم العربي من العالم كله هل قواعد التخطيط اللي احنا بنطبقها دي مناسبة واللي عاوز لتغير يعني هل أسمح جوه مدينة اليوب بارتفاعات سكاي سكريبرز يعني عمارات فوق المتين دور مثلا ليه لأ ولأ يعني مين اللي حيحب يسكن في مدينة اليوب ايه الحاجة المميزة او في مدينة اليوب اللي تخلينا أحط فيها مباني بارتفاعات عليها ملاش متين دور خلينا نكلم على تلاتين دور واربعين دور ليه لأ ولأ وتخدم مين هل ده يحل لمشاكل ولا لا يعني فيه فترة من الفترات بنتكلم على ان القرى مفروض اللي تفع فيها ما يزيتش عن أرض وثلاثة وبعدين طلع أستاذ من أسات زيتنا وقال والله لا 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 لأ ده انتوا كده بتضمروا الأرض الزراعية مفروض القرى تبقى أرض وعشرة على الأقل علشان الناس ما تضطر تطلع بره هو طبعا الكلام وظيفيا صح بس فلسفيا غلط لأن مين في القرى هيحب يسكن في الدور العاشر القرى لازالت بتعيش على بيت العيلة وبالتالي مفيش حد غريب هابني إعمارة من عشر تدور وكلهم أهلي صعبة شوية خش بقى ولاد العم ولاد الخال وبتدي بقى هل نوزع استعمالات إزاي وهل نحن فاهمين المجتمع المحلي ولا لا ولو أنا هعمل عشرين ثلاثين دور تبقى دي مش لأهل أليوبي يبقى ممكن دي الحاجة اللي أنا أخليها تخدم قاهرة أو تخدم مصر كلها وكمان لازم راعي أنه في حاجات كنا بنوزعها في العالم كاستعمالات منفصلة للأراضي لغاية ما طالعوا الجماعة بتقع النيو أربانيزم وقالوا والله أنتو غلطاني ده فكرة التوزيع لاستعمالات المنفصلة مش أحسن حاجة في الدنيا وبالتالي بتدينا نشوف مشروعات متكاملة متدخلة كل ما نخطط منطقة في مصر ويمنع فيها في أي مدينة ويمنع فيها أن الإسكان يتحول إلى محلات تجارية كل الأدوار الأرض في كل المباني في مصر بتبتدي تتحول لمحلات حتى في مناطق ما كناش نتخيل أنها تتحول زي أجزاء مثلا من جاردين سيتي وبالتالي فكرة هو الناس بتستثمر فيها على فكرة الصورة العليمين دي مش مدينة دي صورة ماذربورد لجهاز كمبيوتر وكانوا في وقت من الأوقات يقولوا يا سلام شفتوا جمال الهارمني بتاع العناصر المختلفة يمكن هو ده اللي نحن عايزينه فكرة المدينة اللي كلها مكونة من حاجة واحدة نوع واحد من الاستعمال شكل واحد ارتفاع واحد يمكن مش ناجح قوي هم في وقت كانوا بيقولوا أن ده يعني شكل رائع ممكن يقترح لمدينة اللي على اليمين ده الحقيقة هو جزء من القاهرة التاريخية داخل الاسوار وزميلكم وطلاب في بعض الاماكن في واحد من الماجسترات كانوا عملوا التصورات المختلفة وكانوا بيحاول يحلوها وبالتالي هنا احنا بنخطط منطقة في غاية الصغوبة يعني أسباب اجتماعية أسباب اقتصادية أسباب سياسية أسباب بيئية وزي ما انتوا عملتوا دراسات هم برضو عملوا دراسات بتقول انه مجموعة دراسات بيئية فين الاتجاه المفضل للتهوية فين الاتجاه المفضل للشمس وفين الاتجاه اللي يجب الحماية منه من الشمس واتجاهات الرياح والتراب ومن ناحية الاقتصادية ايه انواع الاقتصاد الموجودة هل هو اقتصاد يعني منشآت كبيرة ولا منشآت صغيرة الاقتصاد ده يوظف ناس هاي سكيلد هاي سكيلد وايت كولر ولا بلو كولر عمال الناحية الاجتماعية هل هم متجنسين ولا غير متجنسين نوع السكن المطلوب وزي ما كنت بوكر لوقت ده ده في القرى مثلا وانا بتكلم على اليوب فكرة انه بيت واحد عيلة واحدة ده بتهال انه لازم موجود في جزئ بين المدينة وبستمر نتكلم على الصالح العام هنا فكرة مثلا ان في وسط المدينة اليوب اضيف حي كده يبقى عالمي زي مثلا انا باخد المثال في مدينة الرياض انه قالوا هنعمل حي الملك عبدالله المالي جينجي عبدالله في الرياض وكانت الفكرة انه يكون مقابل للكانياري وورف في لندن ومقابل لمركز دبي المالي وبالتالي يعمل وصل ما بين مدينة الرياض اللي هي بالكتير قوي اقليمية والعالم وبالتالي هل ده استراتيجية جيدة للتفكير وانا بحط مدينة اليوب انه بقى فيها جزء من المدينة مرتبط اقليميا وجزء مرتبط عالميا جايز انا حي ما عرفش المجموعات هتشتغل ازاي ولكن انا نفسي انه كلنا نفكر خارج الصندوق زي ما يقول بحيس انه ما تبقاش افكارنا كلها لخدمة المجتمع المحلي والتنمية باعتبار عدد السكان الموجود حالين هو اللي حيزيد بس ما ينقص وما يزيد يحصل له طفرة نتيجة اننا حطت استعمال عالمي او اقليمي يعني لازم اكون بفكر تفكير متكامل حوالين المدينة بعض المدن زي مدينة دبي الحقيقة هي عبارة عن انا كنت بسميها مدينة معمولة من مربعات كل مربع عبارة عن مشروع ضخم جدا وكبير وكلهم مرتبطين بشبكة طرق زائد المدينة التاريخية القديمة زائد خدمات كبيرة زي المطارات والمناطق الترفيهية وحتى اجزاء من الريكرياشن الصحراوي او يعني او حتى الترفيه الاخضر على الكريك او يعني انشطة بحرية او غيره وبالتالي المدينة المتنوعة ما هيش عالمية فقط وما هيش اقليمية فقط وما هيش محياتة اللي احنا رسمينه على الشمال الحقيقة اللي رسمه ايدمن بيكن باعتبار انهو كان مسؤول عن تخطيط مدينة فلادلفيا لوقت كتير كان على الفكرة مسؤول عن التخطيط مش مسؤول عن التصميم العمراني وبالتالي لما حط الشكل ده او الفكرة اللي انتوا شايفينها دي الحقيقة انا لقيته اقرب ما يكون انه بيحاول يبسط للسكان اقتراحات استعمالات الاراضي بشكل مشروعات هو باني رسم مباني وراسم محور مائل بيقول علينا ده المحور الترفيهي وبيحط على المحور الترفيهي ده المتحف الرئيسي للمدينة واستعمالات تانية وفنادق مسكن لكبار السن وبالتالي ده اقرب ما يكون انه رسم تخطيط من خلال مشروعات والحاجات اللي ما عملهاش مشروعات رسمها كده كبلوكات وفيها هنا جزء مهم جدا في المدينة اللي هو زي ما انتوا شايفين هنا كده يدل هنا ثلاث ابراج وهنا في بورجين النحط التاني واقترح ان الابراج دي يقوم بيها معماريين مهمين فجاء واحد اسمه باي صيني امريكي او يعني امريكي من اصل صيني واقترح الابراج شهيرة جدا وكانت فوقتها تدرس في اقسام العمارة في العالم وبالتالي هو تخطيط رؤية للمستقبل يوزع استعمالات وبعدين يدي امثلة عليها بشكل مشروع بكل اسف احنا في تخطيط رابعة مش بنسمح قوي بالنوع ده من الرسم اللي هو 3D وفي مشروع وفي طرق وحاجات لان ده اكثر شوية من المجال اللي احنا نقترح ولكن اه ممكن في الحقيقة ان بعد ما اقترح مشروع يجي المحافظ رئيس الوزراء يقول والله طب انت عاوز تعمل في ايه اقترح عليها شوية اشكال فعمل كثير او زي كده احنا اول مرة نشوف العاصمة الادارية متالي كان بشكل موضل ما نعرفش شكل المخطط ايه لغاية يمكن من شهور فاتد او سنين ولا لفاتد ابتدي نشوف المخطط بتاع المدينة الجديدة اللي هي مرة يقول عليها عاصمة ادارية ومرة مدينة ادارية ومرة عاصمة جديدة ولكن الفكرة ان هي عبارة عن تخطيط استعمالات يمثل مشروعا والفكرة هنا انه انه تخطيط طموح دي صورة الصور العالمين واللي تحت دي اللي حي موجودة فيه كتاب اللي مكتوب عن القاهرة عشرين اتنين وخمسين وفيه تلات كلمات محطوطين تحتها خضراء متصل عالمي والتلات اهداف الحقيقة معرفش اذا كانوا اتحقق ولا ولكن على الاقل هم منطقة للعاصمة الادارية اللي هي مفروض دي وقت خضراء فيها نهر اخضر ومتصل وعالمي ولكن القاهرة ببتدينا نحل مشاكل بس انها عودينا تبقى مدينة فيها خدمات ذكية فيها خدمات كافية فيها شبكة طرق ولكن انا ما عرفش الحقيقة هل لازالت الرؤية دي موجودة لكثير انا ما عنديش خبر يعني يمكن اتغير يمكن لزي ما هو ولكن ده مكان موجود يعني التخطيط الشامل اللي هو القديم وده يعني التخطيط المثالي الذي يمكن تحقيقه اللي هو بيبتدي برؤية ورؤية دي نوديها ل نوصل لبلان وبعدين نرجع تاني نعيد النظر ونشوف هل البلان الاخير ده حقق الفيجن اللي مقترحة وهل اعتمد على ديتا وهل اعتمد على تطبيق وهل اعتمد على انه حقق فعلا البديل المقترح ولا كان لما جينا ننفزه في افكار اخرى للتخطيط في حاجة اسمها المترجم اللي هي اسمها المترجم ان اقول طيب انا عندي وعندين نسيب المحافظ زي ما عاوز يشوف المشروعات المناسبة وبالتالي فكرة المشروعات التي تؤدي مباشرة الى هي مش مربوطة قوي بالتخطيط الشامل او غير ولكنها مربوطة بطرق اخرى من افكار التخطيط منها التخطيط والذي مش هتكلم عنها طيب احنا عندنا ادوات بقى لمرأبة التخطيط ازاي ان الهي يعني الادارة تحكم توجيه واشياء اخرى العمران المصري التعامل معاه من وجهة نظر انها ادارة صارمة وقوية وزي اللي بيحسب دلوقتي بقانون التصالح اتمنى لهم طبعا كل توفيق ولكن مش عارف هيوصل الغدفين العمران في القاهرة زي الصورة اللي عليمين ده هو نتج على مدى عقود او يمكن قرون بشكل رسمي وغير رسمي والشكل الرسمي والغير رسمي مختلطين مع بعض لدرجة انه داخل مثلا خلينا نكلم على منطقة الجامعة في حتة اسمها بين السريات جزء منها مخطط ولكن تخطيط لا يتبع قواعد التخطيط الحالي وجزء منها عبارة عن ريب جدا منها اللي هي في داير الناحية في الدق عبارة عن قرية حقيقية وبعدين دخلت جوا عمران الذي تم تخطيطه منطقة على النيل مخططة بقطع اراضي كبيرة زي الحاصل في اراضي اللي عليها مشروع فرست والارض اللي عليها السفر الفرنسية والاراضي اخرى ووراها مباشرة قطع اراضي صغيرة تصلح بالكتير انها يتبني عليها عمارة بساحتها 400 متر 600 متر وبارتفاع قانون عادي وبالتالي فكرة انه طب ايه بقى الادوات اللي استعملها في ادارة هذا العمران المختلط والعمران اللي يختلف بطريقة انشاءه ولكنه في النهاية يمثل القاهرة او يمثل جزء من مدينة زي مثلا المدينة اليوب اللي انتو خدتوها لدرجة انه في بعض المناطق اللي حصل فيها اسكان حكومي مثلا في الخمسينات والستينات والتمانينات والتسعينات وبعدين لقينا ان السكان ابتدوا يبنوا قوة زيادة ياخدوها من الحديقة زي كده ما حصل في اجزاء في مشروع مشهور على شارع حسن مقمول في مدينة نصر وكان بيحصل طبعا تحت سمع ونظر الدولة لدرجة انه اعتقد في واحدة من خطب الرئيس الاسبق في الوقت ده كان بيقول انه الناس ده الحل ومشكلتهم واعتقد ان احد الوزراء كان بيشير الان ده يريت نشجع الناس على هذا النوع من الحل لانه حل بعيد عن الدولة حل بيوفر استثمارات بعيد عن الدولة وما بيحمل الدولة بيعتبر ان هي نفس العيلة وبالتالي ما زودوش من التأثير على المرافق والناس ده ما عندهم عربيات وبالتالي ما أثروش على باركينج العربيات او انتظار السيارات في الشارع وبالتالي يعتبر يعني نوع من السلف وهنا الحقيقة ادارة العمران ما هيش تحكم قد ما هي توجيه اذا انا سبت العمران اللا رسمي ينمو على مدع قود طويلة زي اللي حصل في مصر النهار ده هم يقول لا 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 ما ينفعش لازم نتصالح على كل حاجة حصلت غير حقيقية او غير مطبقة للرسم بعد ما سبناها عقود طويلة يعني من التمانينات هل ده صح ولا غلط حين نعرف يعني احنا ده الوقت يليزلنا في الجربة عمران جبيرة بس نشاهدين حنوصل لغاية فين وبالتالي انحيئا من وجهة نظري انه ادارة عمران زي اللي يحصل في اجزاء من القهار يختلط فيها الرسم مع غير الرسم تحتاج اكثر لفكرة التوجيه والتحفيز يعني افترض ان انا بقول ان الشارع الفلاني ده مفروض مايبقاش فيه تجاري افترض يعني فيبقى طريقة الادارة ان انا افرد رسوم على التحويل المباني السكانية التجارية نسخد بالك انه الحلول اللي احنا ساعات بنقول عليها حلول يعني القبضة الحديدية دي ما تنفع لانه اذا كان الناس محتاجين يعملوا محلات فحيعملوا محلات حتى لو لقوا ان انت هتدفعهم فلوس لان في الحالة دي المحلات هتكسب كتير فما فيش مانع ان يدفع شوية غرامة زي كده اللي بحسب دواتي في التصالح ولكن في مقابل ان انا بنع التنمية التجارية في شارع لازم افكر فورا طب الناس اللي مش هيفتحوا في الشارع ده هيروح بانه لو انا ملقيت لهمش مكان هيفتحوا في الشارع ده او في اي شارع تاني مجاور ولكن يجب ان انا اوفر لهم مكان بطريقة اخرى اللي هو طريقة التحفيز ان انا اقول لهم والله طيب هو المكان ده انا مش هيف انه مناسب ولكن لو روحت الشارع اللي على بعد 200 300 متر او 500 متر او كده انا اقل لكم رسوم تأسيس النشاط يعني اللي عاوز يقدم على ترخيص هناك هيدوبك هيدفع تكلفة بسيطة خالص او ان انا تجديد الترخيص بلاش او انه رسوم الاتصال بالمرافق تبقى او انه مش محتاج يوفر مثلا لنفسه خدمات انا الدولة هتقدم له خدمة الحقيقة مثلا انا عاوز نمي ورش وحرف موجودة في مكان طيب بشكلها الحالي يمكن تكون غير مناسبة او مدايقاني لانها مفهاش مرافق لانها بتعمل تلوث فاقول والله طيب الطريقة الوحيدة ان انا ارخص استعمال ورش الدهب عند منطقة الصغة هي انها تثبتلي ان الورشة دي لا تنتج تلوث انها مستعملش السيانات انها بتستعمل اجهزة حديثة في الصياغة صياغة الدهب يعني لا تؤدي الى تلوث ان هي بتحافظ على الصحة وبالتالي فكرة التحفيز والتوجيه العمراني في الادارة وهنا الادارة دي ممكن اي حد يعملها يعني ممكن يكون المحافظ ممكن يكون رئيس مجلس المدينة ممكن يكون المجتمع المحلي ممكن تكون جهات اخرى ويشاركوا في ان هما يحاولوا يوجيهوا ويحفزوا التنمية المستقبلية بعد ما بقى فيه مخطط وبعد ما المخطط ده حط استعمالات وعمل شبكة طرق ويمكن اقترح كمان شوية مشروع وبالتالي ادوات لتحكم وتوجيه العمران لمنطقة عمرانية معينة يجب انها تراعي واحد التركيبة الاقتصادية للمجتمع المحلي لو انا المجتمع المحلي بتاعي كله عبارة عن منشآت صغيرة الحال والناس المهارات بتاعتهم محدودة ما يصحش بقى ان انا افترض ادوات تحكم او توجه العمران لاستعمالات اكبر او استعمالات لا تسمح للناس بان هما يشتغلوا ولكن ممكن بقى اقول والله طيب اللي حيوفر تعليم او توجيه للمهارات في المجتمع المحلي ده انا ساعده اكتر من خلال تخفيض رسوم او غيره وبالتالي اساعد في انه الاستعمالات الارضي اللي انا ما اقترحها تتحقق فكرة اعتماد المخطط على مشروعات وليس استعمالات اراضي ممكن تتناسب مع فقات الدخل الاعلى ما تتناسب مع فقات الدخل الاقل ممكن اسمح بمشروعات صغيرة الحجم علشان المجتمع المحلي يقدر يشارك فيها مش لازم الاستثمار ده يجي من برة وبالتالي ممكن ايضا انه في الحال دي حقسم الاراضي لقطع اصغر حعمل خدمات اكثر حكومية او خدمات يقوم بها هيئات المجتمع المدني اسمح لهم وخفض ووديهم منح وحاجات بحيث انه في النهاية انا مهتم جدا ان التخطيط يتحقق انا مش مهتم بان مشروعات بعينها تحصل انا مهتم بان التخطيط من استعمالات اراضي وشبكات مرافق تحصل تركيبة اليوب وبعدين الاقي ان المخطط لا يسمح للسكان المحليين فيجينا الناس من بره انا كده بخطط مش للمجتمع المحلي بخطط لناس جايين من بره هذا اللي بقول على طرد السكان المحليين ووجود سكان تاني تخطيط استعمالات الاراضي يجب ان يراعي تقسيم قطع الاراضي في حدود رغبة امكانية المجتمع المحلي على الاقل جزء منها لا تكون التنمية المستقبلة مقتصرة على مطورين من خارج المنطقة يجب ان لا يتم اقتراح تنفيذ استعمالات الاراضي من خلال المشروعات بالكامل يعني مبقاش كل المناطق اللي انا مخططها كاستعمالات لها كلها عبارة عن مشروعات انا مقترح اقومة للناس اللي حيجوا في المستقبل دول حيعملوا ايه مجايز يلاقوا افكار اخرى ما جاتش على بالي وبالتالي فكرة ان انا احط النهاردة مشروعات ده بيعتمد على ثقافة المخطط وغيره احيانا ودي يمكن خلاص احنا قرب نختم المحاضرة نتكلم على تخطيط يجب ان يكون للمستقبل ما ينفعش ان انا اخطط لمدينة هتعيش من بعد ما انا موت بمئات السنين نظريا يعني والمدينة دي تستعمل نفس التكنولوجيا القائمة مدينة نقول انه احنا هنوسع فيها الشوارع علشان احنا لما جينا درسنا شوارع القاهرة الجديدة لقناها 90 متر ولكنها مزدحمة فاحنا هنعمل اوسع من 90 متر يا سلام تفكير جبار لانه كان الافضل من كده ان انا اقول الشارع التسعين في القاهرة الجديدة مزدحم لان احنا بنستعمل السياة الخاصة لو احنا استعملنا مواصلات عامة واستعملنا انواع اخرى من انواع الحركة ده هيؤدي الى انه ما يحصلش زحام فانا هخطط بشوارع ادياء ولكن بشبكات مواصلات عامة وتنقل للناس بشكل اطر فكرة ان المخالفات هي اللي بتمنع تشوه العمران دي فكرة مش حقيقية لانه فرض الرسومي يجب ان يكون من خلال تحفيز او غيره السماح بمرونة وديناميكية مهم جدا في ادوات التطبيق تبقى لزروف المجتمع المحلي